متابعي قناة انفو تيك فوريو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة النهاردة مع فيديو جديد وحتكلم فيه عن التطورات السريعة لنموذج الذكاء الاصطناعي من شركة XAI جروك 3 واللي حق إنجاز بارز بتصدره المرتبة الأولى على شادبوت أرينا بصراحة عشان أكون معاكوا واقعية ما كنتش متخيلة إنه هو حيتصدر المرتبة الأولى ولكن المفاجأة إنه هو تصدر المرتبة الأولى مش بس كده ده نموذج جروك 3 تجاوز 1400 درجة بعض الناس هتقول لي هو إيه 1400 درجة اللي تجاوزها جروك 3 على شادبوت أرينا تعالوا نقول إنه فيه نظام تقييم بيستخدمه شادبوت أرينا اسمه ELO هذا النظام بيقيس أداء نماذج الذكاء الاصطناعي في المحادسة وهو في الأساس أنشئ في الأصلة عشان يصنف لعبي الشاترانج وبتستخدمه شادبوت أرينا عشان تحدد مدى تفوق نماذج معينة على الأخرى بالنسبة للجروك 3 تجاوز حاجز الـ 1400 نقطة في تصنيف الـ ELO حقق أداء متميز ورائع جدا تفوق على المنافسين الآخرين وطبعا دي حاجة هتخلينا نبص بقى للجروك 3 بشكل جديد الفترة القادمة أنا أكون صريحة معايك أنا ما كنتش متوقعة هذا النجاح الباهر في الوقت القصير للإرلي جروك 3 يلا بنا نجرب إرلي جروك 3 على موقع المقارينة أرينا.يحطت لك الرابط في الوصف أسفل الفيديو نستيدي الأول بعض الأسئلة اللي منخبر بها أي ذكاء إصطناعي وبعد كده هبتدي أقرنه بنظيره من نماذج الذكاء الإصطناعي الأخرى ممكن نختار نموذج أو اتنين عشان نشوف الأداء بالنسبة لإرلي جروك 3 وبالنسبة للنموذج الآخر عشان نقدر نقارن ما بينهم أول حاجة هنبتدي أول سؤال نبديه لإرلي جروك 3 وزي ما قلت لك أنت بتروح تختار النموذج من الدروف داون ليست وإحنا جربنا قبل كده وتكلمنا على شاد بود أرينا وهنا بنختار تأيرلي جروك 3 وهبتدي أسأل السؤال هنا حيكون الرومت بيتحط هنا أو تقدر نكي أنت كمان تأد أميج وهنا في بس الشروط معينة بالنسبة لي الأميج لازم ما تكونش أكتر من 15 ميجا بايت يعني الموضوع برضو مش مفتوح كده أن أنت ترفع أي صورة وتحطها هبتدي هنا أسأل وأقول له الديني الثلاث دول بينتغوا بإندي فنلند آيسلند سايلند وعطهم لي بسرعة كبيرة واخد بالك ده أعلى نجرب حاجة تانية عايزي يعد اللتر L في هذه الكلمة الكلمة دي فيها 1-3-4-4-L وحبتدي أقول له سأقوم بإندي سأقوم بإندي وهنا سيقول لي 4-L زي ما احنا شايفين الإجابة صحيحة لو تفتكروا اللي هو عبارة عن Sticky Note Colorful Sticky Note حيعملهولي بالHTML والCSS والJavaScript حيديني Simple Application حطهم لي كلهم كمان في تيكست فايل واحد من غير ما أقول له خلص حبتدي أخد الكود Copy وحروح لل HTML Online Viewer حبتدي أحط الكود Write your note here حقول Reminder 1 مثلا Add New Note هنا حقول Reminder 2 Add New Note وتقدر أن أنت تعمل Delete لأي من النوت دي أنا شايفة Sticky Note أب لذيذ جدا والألوان وثيمبل وبسيط تعالي نشوف حاجة تانية وناخد حاجة أكثر تعقيدا Create a one page website for an online learning platform called InfoTech4U ودي المواصفات بتاعتها وحقول له Send بصوا الصرعة الصرعة رائعة يعني أنا شايفة الصرعة كبيرة جدا أخد الكود على طول Copy مش محتاجة أقول له حطه لي تاكستفايل واحد بروح على HTML Online Viewer Canva Course IC3 Course AI Tools Usage Social Marketing Search Bar Get Started اللي طلبتوا منه تقريبا نفذوا وعمل كمان الجزء بتاع الكواز ممتاز جدا يعني ينفذ الكود زي ما طلبته طبعا ده كود زي ما قلت لك بالHTML وCSS وكتعمل Edit وتغير في الألوان ويعمل كل الكلام ده تعال نشوف حاجة تانية أدي له سؤال باللغة العربية الخاص بالعلامة التجارية يعمل لي هوية تصميم شامل لهوية علامة تجارية هدوث Enter طبعا بتتحكم في Temperature لو عايز من تحت بس أنا سايبة كل حاجة يعني على Default بتحت Green Stride خطوة خضراء لأنه هو بتستهدف فئة عمرية معينة بتهتم بالاستدامة التوصية الشعار الفكرة الألوان الاقتراحات رمز كل حاجة موجودة في الشعار والتوصية الشعار يكون على هيئة إيه كويس قوي بصراحة أنا شايفة أنه هو سريع وبيديني Details أكتر وعطيني كمان الHexa Code والطباعة ومشاركة تمام هنا النتيجة أنا شايفة أن هي جيدة ده بالنسبة لي أنه هو يصمم لي هوية لعلامة تجارية لأحذية الرياضية زي ما إحنا شفنا بناء على البينشماركس الخاصة بجروك 3 وزي ما إحنا شايفين قدامنا جروك 3 محتل المرتبة الأولى وتفوق بالنسبة لي الماث والساينس والكودينج بنشمارك على كل من جروك 3 مني خلينا ما نجع بجروك 3 مني عايزين نشوف منافسين لجروك نفسه وهو جيميناي 2 برو وديب سيك برجان 3 وكلوك 3.5 صالت وجي بي تي 4 أو إحنا ممكن نعمل مقارنة ما بين جيميناي 2 برو وأيضا ممكن نعمل مقارنة ما بينه ما بين جي بي تي 4 أو يلا بينا نشوف النتيجة مع بعض المرة دي حيبقى أرينا سايد باي سايد علشان أجرب 2 موديلز هنا أرلي جروك 3 وحاختار المرة دي جيميناي 2.0 رو إكسبريمنتل أبتدي أستخدم السؤال الخاص بي create a 3D white circle هخليها red circle that moves and loops in 3D spaces by using HTML CSS javascript وحدوث enter أول حاجة هنبص عليها وهي السرعة اللي اتنين تقريبا سرعتهم واحدة يعني ممكن يكون جيميناي 2.0 أسرع شوية بسيطة جدا من أرلي جروك 3 هنا قال لي هو هيعمل إيه بالزبط وبعدين ابتدى يديني ال complete code بتاعي حيدولي كله مع بعض في text file 1 هنا أيضا هو هيحط لي أعتقد برضو الكود في text file 1 إحنا في الآخر خلص بعد ما يخلص كتابة الكود في الاتنين حنشوف النتيجة دي والنتيجة دي ونشوف الفرق انتهى جروك قبله دي أول ملحوظة حتدي الأول أخذ جروك واروح للHTML Online Viewer حتدي أحط الكود دا جروك 3D red circle بتلف في ال space زي ما إحنا شايفين هروح أخذ الكود من جيميناي مش بتتحرك يعني مش بيتحرك لاحظ إن إحنا بنستخدمه على المارينا ممكن يكون مختلف لو استخدمته داخل جوجل آي ستوديو ولكن دي كانت النتيجة ممكن نجرب حاجة تعانية ممكن أجرب المرة دي أختار GPT4O وحيبقى آخر تحديث GPT4O كان بتاريخ أعتقدها 2011 2024 وهنا هحط أيضا نفس create a 3D white circle خليها white circle that moves and loses in 3D spaces by using HTML CSS javascript to add to ونشوف النتيجة السرعة واحدة في النسبة للجراء ستكون زي ما هي بس المرة دي white circle white circle بتلف في ال space زي ما إحنا شايفين تعالا نشوف هنا هطلب منه put all codes in one file عشان التنفيذ يكون أسهل لأن GPT4O بيحط كل كود لوحده HTML لوحده CSS لوحده styles لوحده javascript لوحده وانا محتاجة أن يكون كله هو هنا قرد يحطوه في ملف واحد بس بيعيده مرة تانية هاخده أروح هناك هحط الكود بتاعي GPT4O أيضا نفذه بشكل جيد وأعتقد فرقو كمان أفضل من groc زي ما إحنا شايفين groc كانت ال circle أو 3D circle كانت واخده كده جنب وفوق لكن أنا شايفة أن GPT4O نفذه بشكل أفضل من groc يبقى هنا أنا شايفة نوات أفوق عليه في هذه الجزئية لأنا نشوف حاجة تانية ما بين GPT4O و groc ثري هبتدي أعمل ريفرش هنا هنحط سؤال برمجة تاني لاحظ أن أنا يعني بعمل مقارنة في الجزء اللي هو قلدي متفوق فيه هو الماث والكود والساينز فهنا أنا مركزة شوية على الكود وحبتدي أن أنا دوس انتر ونشوف النتيجة هنا قلت له develop a web application using أيضا اللي أنا بقى بفهم يعني بقى بفهم فيه وعشان تنفيذه سهل كمان على ال HTML online viewer هنا هبتدي ينفذ اللي دين تقريبا صراعيتهم واحدة ولكن الحكمة بالنتيجة في الآخر هنا هروح أخذ الكود الكود خلاص في حالة groc هروح أخذه HTML viewer HTML viewer حط الكود country capital finder هنا مثلا هقول Egypt find the capital the capital of Egypt إسكايرو هنا هقول France find the capital Paris Tunis capital Tunis العاصمة Tunis بحرين بحرين زكابة أو بحرين إذ ماناما وهكذا زي ما حاشا شايفين اتنين تقريبا أداءهم كويس يعني GPT4O early grog 3 جيد أيضا ممكن نروح ل Cloud Sonnet يعملوا portfolio website وهدوث enter عايزهم يعملوا generate modern personal portfolio website يكون تصميمه بسيط في section about me وفي contact gallery للبروجيكس المشاريع early grog سريع بصراحة سريع جدا Cloud Sonnet خلاص هروح بس اخد الكود بتاعه ده portfolio website your name طبعا انت بتعمل edit جوا الكود لإسمك والكلام ده كله يعني وانت مين about me ده كده مثال مش أكتر والmy project والcontact me ده بالنسبة لي Cloud Sonnet تعال نشوف grog هنا هحط الكود الخاص بgrog home about project contact contact for ايضا نتيجة حلوة زي ما احنا شايفين وجيدة تعالوا بقى نجرب آخر حاجة النهاردة نجرب حاجة بكده لعلاقة بالرياضة سؤال بسيط يعني نشوف هيتعامل ازاي كلا من هجرب استخدم المرادي دي بسيك version 3 مع grog وحجرب ايضا ان انا استخدم مرة تانية GP4O و grog ونشوف مع بعض هنا ممكن نخلي المراضي deep seek version 3 لانه هو متفوق على deep seek version 3 وهنا حبتدي تديره العمر احمد is a boy he has three sisters عنده ثلاث اخوات بنات each of his sisters has the same two brothers how many brothers and sisters does احمد have عنده كام ولد وكام بنت اخوات وحبتدي دو send تعال نشوف الاجاب اعطاني على طول grog 3 الاجابة one brother and three sisters هنا بالنسبة deep seek version 3 عمل طبعا يقسم السؤال وفي الاخر خالص كامان اعطاني الاجابة غلط احمد has two brothers and three sisters يعني الاجابة طبعا غلط بالنسبة deep seek version 3 تعال نجرب نفس المسألة دي او الproblem دي مع grog 3 والمرة دي ساختار gbt4o latest كمان ده gbt4o latest مش بتاريخ 11 مش مش شهر 11 اللي فات لأ ده في كمان بتاريخ اعتقد حاجة بتاريخ 25 2025 هبتدي حط نفس السؤال او الproblem واعتقد ان gbt4 اكيد حيجاوب على الاجابة صحيحة يعني اعطاني الاثنين زي بعض نفس السرعة احمد has one brother and three sisters واحمد has one brother and three sisters الحتة اللي اضافها يعني gbt4o ان هما في الاخر هما اربع اخوات بشكل عام grog 3 او early grog 3 جيدة هما لسه بيطوروا عليه اكتر تقريدا النهارده قريتها انه هو فيه تطوير عليه كل يوم فيه تطوير بشكل يومي وبشكل عام حابة ان انا اقولك ان منصة اكس اعلنت ان كل اليوزرز على اكس هيجربوا grog 3 قريبا جدا انا دخلت شوية على المنصة ولقيت ان انا هيكون لي اكسس عليها قريبا جدا اول ما يكون لي اكسس على grog 3 على منصة تويتر ان شاء الله اطلع نتفرج على التوموت deep search وthink ازاي التفكير العميق شغال جوا grog 3 وthink وادين اشوفنا بشكل مبدئي اختبار لgrog 3 او early يعني version من grog 3 على المرينة اتمنى تكون باستفادتم الفيديو النهارده على قناة infotech for you ان شاء الله الفترة الجاية هتكون فيديوهات ممكن تكون كتير شوية واكتر من فيديو في اليوم ونحاول اي جديد ينزل متعلق بgrog 3 او بتشوفنا لاول مرة ولو كنتم متابعين الاعزام تساشي لايك وشيروا الكممنت دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته